نتكلمنا بقى على البنك الاهلي وصفقة ابو جبل بالاخص خليني بس يعني بعيد عن اي شيء اكيد البنك الاهلي هستفاد من ابو جبل مفيش شك احمد توفيق هستفاد منه وهم كمان عندهم مجموعة من العيبة هايلين جدا لكن انا عايز اتكلم على ابو جبل شخصيا كل احترام طبعا للبنك الاهلي ولكن دائما ان الاندية او اللعبين في الاندية سواء البنك الاهلي او فيوتشر او 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 بتتطلع ان هم يبقوا في احسن حالتهم عشان ينتقلوا لاندية شعبية كبيرة والاندية كبيرة في مصر بتنفس على الدوري بتحصل على الدوري سواء بقى الاهلي او الزمالك يعني هم اكتر الاندية طبعا حصولا على بطولة الدوري في مصر والبطولات بشكل عام يعني وبالتالي ابو جبل انا شايف ان هو الى حد ما بعد ما كان في حالة تقلق كبيرة جدا جدا مع منتخبنا الوطني والناس اتكلمت عليه بشكل قوي انا اعتقد ان ابو جبل بدل ما يطور وياخد الكلام ده الى شكل ايجابي ويروح بيه في حتة تانية خالص في كرة القدم وفي حراسة مرمى مصر وحراسة مرمى نادي الزمالك الموضوع جي عكس انا معرفش ممكن اللقاءات التلفزيونية كتير اللي يمكن طلع فيها خلت التفكير عنده الى حد ما باصص في منطقة معينة ما باصش لقدام ايه اللي حصل ايه اللي حصل في تفكير ابو جبل الامور كمان جوا كان بيبص الايه هل الموضوع مادة ولا موضوع انك تكمل معناد كبير وتكمل مع منتخب مصر بشكل معين حاجات كتير جدا انا يعني مش مستوعبها ومش فاهمها في موقف ابو جبل واحد حارس مرمى اساسي في فريق كبير زينات زمالك بيحصل على الطولة بياخد مبلغ او كان ممكن ياخد مبلغ كويس الامور بالنسبة له يعني ايه اللي حصل في نفس الوقت وجوده في نات زمالك بيأهله ان هو يبقى في منتخب مصر وحارس مرمى منتخب مصر اساسي بمنافسة طبعا مع الشناوي وبالتالي ايه اللي حصل اكيد في حاجة في تفكير ابو جبل ممكن يكون فيه غلط اه وانا نصيحة مني لي يعني لازم يكون في حد معاك لو انت شايف ان الخطوات والتفكير بتاعك انت ده ياخدك لحتة انك تتراجع او بتروح لحتة مفروض يعني مفروض دي كانت وانت بتبطل مثلا تروحها مع كل احترام زي ما بقول يعني اللعيبة ممكن يكون هو مش موفق هنا فيبتدي يروح يشوف مكان تاني ومكان جيد يقدر يوقف من تاني من جديد لكن ابو جبل اصلا كان واقف وكان هايل ومنتخب مصر وبطولة افريقيا ده رأى ايه اللي حصل هنا التفكير غلط هنا فيه جزء من التفكير كان فيه حسابات غلط خلت الامور تتجه ليه ناحية تانية خالص واتجاه تاني خالص مع كامل احترام بأكد لكل الاندية الاخرى منهم طبعا نادي البنك الاهل اللي انا لسه بثني عليه وجوده في الدور الممتاز شيء رائع وبيطفي قوة وصارة في الدور الممتاز في كل المبارات اللي بيلعابه صراحة سواء بقى مع الاهل الزمالك للاندية الكبيرة ولكن هنا موقف ابو جبل لازم حسابات اخرى او يبقى فيه تفكير مختلف عنده او يحد يفكر له بشكل مختلف عن طريق التفكيره في الفترة القادمة طبعا دائمك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر